عايزة رجع بس الحاجة صغيرة كده في السوشيال ميديا أو في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب تمام أيهم أخطر على الأولاد؟ هم يفضلوا قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يفضلوا يلعبوا في ألعاب لا هو كله هم بيعودوا على مواقع التواصل الاجتماعي يلعبوا ألعاب كمان الاتنين مع بعض الاتنين مع بعض طب أنا ما شوف بعض الشركات بتاخد بعض زي السلم والتعبان تمام بدأوا يصنعوها بره دي حقيقة بنلعبها جيمز الواتي والليدو والدومان وكل حاجة دي دي أحسن من أن أنا أمسك الموبايل ولا عمها؟ هي النقطة بس أنا عندي مشكلة إن الشيء لما بيعتد بتبقى كارثة بتبقى إدمان فإحنا عايزين نعرفهم إن كل شيء ييمت هلعب بس بلمت الإدمان من الواتي خلاص أنا قلت له إلعب فاكرا إنه بيشغل دماغه صح؟ إيه اللي حصل؟ أدمن اللعبة زي الاستميش الاستميشن خارجيا هي لعبة مفيدة جدا كلها حسابات وكلها فيها تشالنج بس في الآخر هو أول ما بياخد الوقت هي سالة ربعة أنا لو عشان ألعب ثلاث أدوار عملت إيه؟ نص اليوم بتاع ضاع فأنا كل اللي أنا عايز أعمله إنه فيه لمت إن أنا هلعب وهتكلم وهحكي قصص لا بيحدش بيقبل يا دكتور لا بيقبله عارفة ليه؟ هقولك أنا بحكي حاجات وقعية لأن أنا بعمل الجدول ده عندي قردي طب الاسكاجول ده هو أنا اللي بحكي قصص أنا مش حكي قصص مملة أنا هاخدهم للعالم بتاعي أنا كنت بعمل وكذا وكذا وكان فيه إبي دقيقني هو أنتوا محتاجين إيه مني؟ ليه ما نعودش وأقوله هو أنت زعلان مني في حاجة؟ بس بشرط إحنا هنتفق يبقى فيه ثقة مش هو بعد ما يحكي لي أقوله بجد والله ماشي مش هيحكي حاجاته فيه روح في البيت هعملها خفيفة وعلى فكرة اللي بقوله ده مش خيال ده أنا عملته بيحصل أنا بعمله في بيتي العمل بتوعي بيعمله عادي المشكلة إن إحنا بابا وماما أكلوا شربوا مصاريف ومذاكرة ونوم وكل كذا وده غلط والدكتور وله أوامر أوامر الحياة مش كده إحنا خدنا الموضوع سيطرة إحنا جايين ده حتى في الصلاة إحنا بننوه وبنقول طول ما الشيء فيه سيطرة فيه نفور فأنا عايز أعمل ليه بقول حالة في الأول عايز أعملت حالة إن أنا صاحبتكو وأنا كمان محتاجة حنانهم على فكرة أو إحنا لما بنتخنق ولما بنجبر مش بنحتاجهم يبقوا جنبنا طب أنا ليه ما مهدش ده من الوقت فأنا عايز أستغلي الأجازة إنه أنا من كذا لكذا أنا في الشغل هاجي محتاجة أشحم لازم نبقى منطقيين الوقت ده بقى هم كمان بيسهروا صح؟ مظبوط طيب أنا عايز أعمل بدري بالضبط هنضحك على بعض لو قلنا أصليحنا هنعمل بدري إحنا عايزين نبقى في حالة وقعية هم الوقت في الأول بياخدوا بريك خارجين من الأجازة عايزين أنا ذكرت ودائما تسمعي أقولك أنا ذكرتلك على فكرة سيبيني براحتي فأنا هسيبهم شوية أسبوع براحتهم وبعد كده هقول لهم أنا مش بعمل ده عشان تنم بدري عشان أنا بعقبك أبتدي أخليهم يخافوا على نفسهم هنفس بقى الحرارة بتقوليه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمساعدة يعني أقول افتكر إن فيه سيستم برضو بشكل أو باخر لازم أشخن علشان أقدر أمشي معاك لازم أذكر ما هو ذكر دي تمشي علي وتمشي عليهم بالضبط وفيه فيديوز بقى مش فيه سوشيال ميديا طيب ما أنا أستغل أجيب الفيديوز اللي توريهم على فكرة يعني العند بيخليهم مش بسمعوا الكلام أنا هجيب الفيديو أسيب وأتفرج الفيديو بقى اللي بيقول إيه بيقول إن السحى في التأخير غلط إن العقل دك بيبوز إن إنت محتاج كل الحاجات دي إن دايركت هتوصل أنا كمحمد مختنع بالكلام اللي أحدك بتقوليه بس على أرض الواقع زي ما أنت قلت تسعة سنين زمان غير تسعة سنين دلوقتي تسعة سنين دلوقتي هيوالك أنت جايب الفيديو تفرجوا لي عشان أنا اللي أشوف ودلوقتي مش أنت اللي تشوف طب أنا هقول لك حاجة أنا عارف أنا همشي معاك طب مات يولا نجرب إحنا الاتنين مع بعض المشكلة هو عارف التعب منين التعب مننا مش عايزين نبذي المجهود عشان إحنا وحشين لأ عشان إحنا زهقانين بس إحنا لو عايزين حاجة لازم نكون قدها صحيح عشان خطر أولادنا يعني أنا ما ينفعش الوقت يقول أنا عايز أعمل واحد اتنين تلاتة وأنا مش بساعدك طب هو هيسمع كلامي إزاي هيقتنع بي إزاي طعب الحياة مش أوردرز نام يا حبيبي عشان ده كويس لساحتك طب وبعدين وأنا لو زهقان ما هو بابا صهران مش معنانا حسنا